موسيقى بالنسبة للآخر المعطاية التي تتعلق بالمتحول الجديد دي الأوميكرو أولا هناك انتشار الآن في العديد من دول العالم اللي بدتك تكتشف هاد حالة جديدة دي الإصابة بأوميكرو والحالة في تزايد في عديد من دول دي العالم بالنسبة لسرعة انتشار الأخبار الكذلك الوريدة من جنوب إفريقيا لأنه هناك الأطباء والمهنين الصحيين والخبراء اللي كيتبعوا الوباء كيلحظوا بأنه هناك انتشار سريع ولكن من الصعب باش الجزم بأنه هذا الارتشار كله بسبب المتحول الجديد فيما يخص الشراسة أنه بعد الملاحظات الأولية مع نقوله الدراسات في جنوب إفريقيا اللي لاحظت بأنه طبعا الشباب كيتصاب بدرجة أساسية وهذه مسألة منطقية لأنه منك يكون شيء متحور جديد وأكثر انتشارا كيقياس الفئات الاجتماعية اللي كيكون عندها أنشطة بزاف عندها تحركات بزاف عندها لقاءات بزاف ومعندهاش احترام الإجراءات الوقائية بشكل كبير يعني الفئات ديال الشباب ولكن هذا ماشي دليل على أنه أكثر انتشار ولكن الشيء المقلق هو أنه في جنوب إفريقيا بقد كتستقبل مستشفيات حالة متوسطة إلى خطيرة وسط الفئات ديال الشباب يعني أكثر من الوقت السابق هذه ملاحظة أولية ماشي نتائج نهائية فيما يخص كذلك شكل ناس اللي كيتصابوا دراسة أولية كتقول بأن الأغلبية المطلقة للناس اللي تصابوا لحد الساعة هم الناس الغير ملقاحين التولتين ديالهم غير ملقاح تماما والتولت الباقي الأغلبية المطلقة خد جرعة واحدة وما خداش الجرعات الأخرى فإذا هذه رسالة واضحة من نسبة العالم ككل هناك إجراءات من أجل حماية البلدان من انتشار الفيروس خص إحنا كذلك كمواطنين نتزموا بال نرجعون نحترموا بشكل قوي الإجراءات الاحترازية ديالنا كما موت تبعد وغيرها ونتلقحوا بشكل سريع جدا ناخدوا جرعة اللولة والثانية والثالثة باش يمكن لنا نحافظوا على المكتسبات ديالنا ونحميوا بلادنا ونحميوا نفسنا القرار ديال منع الولوج المغرب لمدة أسبوعين كيجي في إطار الحرص على المكتسبات المحققة فيما يخص محاربة كوفيد-تاعتاش احنا كنعرفوا بأنه اليوم كي متحور جديد هو متحور جنوب إفريقي أوميكو اللي عندنا معطيات كتير غائبة بدرجة ديال انتشار دياله والسرعة ديالها كذلك مدلت شراسة دياله وش حال كيعتدي لحالة الخطيرة والوفيات كذلك ما كنعرفوش واش هو مقاوم اللقاحات ولا لا جد الأسابيع هي باش نعرفوا أولا الأجوبة الأولية اللي غدتكون متوفرة فيما يخص الإجابة على السؤال ديال المقاومة من عدم ديالها ديال لقاحات المستعمالة الدراسة تبدأت في المختبرات من ديال جد الأسابيع تكون عندنا وحة نتيجة أولية باش نعرفه واش لقاحة المستعملة لا في المغرب ولا عالميا واش بقي عندها فعالية كبيرة او غادي تنقص الفعالية ديالها فاذا عندنا معادلة فيها عدة اشياء ما معروفاش بالنسبة الانتشار السريع اليوم العالم كله بلدنا كذلك والتي تعندها ديراية ودربة في تدبير ديال الجائحة متماشيا يعني مع المعطاية الجديدة حول سرعة انتشار ولكن بالنسبة الخطورة ديال هات المتحول الجديد والشراسة دياله وبالنسبة المقاومة دياله المناعة ما يمكنش تكون مغامرة بانه نخليو هاد المتحول يدخل البلاد او ينتشر بسرعة في البلاد ديالنا وحنا ما عندنا شهد المعطايات باش يمكن باش يمكن بلادنا تكيف الحرب ديالها والمعطايات ديالها والاليات ديال المحاربة ديال هاد المتحول الجديد ولذلك هاد الاسابيع تكون مهمة باش نطلعوا على المعطايات واندك كل دولة دولة والمغرب طبعا في طريعتها لها يكون عنده المعلومات الكافية باش يمكن لي يدبر هاد الجائحة هادي وفق المعطيات الجديدة لأنه في غيابة المعطيات كل الدولة تكون مضطرة باش تشدد بشكل قوي جدا الإجراءات الداخلية ولهذا ضروري يكون واحد تناسب ما بين إجراءات في الحدود وما بين الإجراءات الداخلية وهي مناسبة باش نقول المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية الفرضية والجماعية وكذلك تلقيه بسرعة جرع اللولة والتانية والتالتة بالنسبة لجميع البالغين هادو معطيات اليوم كيبان من المتحوزين الإفريقي على أنه من الأشياء الأساسية جدا لحماية دينا